إذن أرقام الميزانية السعودية في الربع الثاني من العام بالمؤشرات والدلائل والبيانات والأرقام وحتى التوقعات عندما نقيسها على الموازنة العامة دعونا ندخل إلى التفاصيل في هذه الموازنة إذن الميزانية العامة في السعودية العجز عندما نقارن الربع الثاني من العام 2020 والربع الثاني من العام 2021 نجده قد تحول إلى 4 مليارات و 600 مليون ريال وكنا نتحدث عن 109 مليار و 200 مليون ريال إذن العجز تقلص بشكل منحوظ وكبير أسعار النفط لعب الدور كبير في هذا الاتجاه الإرادات ارتفعت على أساس سنوي ب85 في المئة نتحدث عن 248 مليار ريال يعني الإرادات في السعودية نفطية وغير نفطية النفطية وصلت إلى 132 مليار ريال و20 مليون ارتفاعات في الإرادات ب38 في المئة والغير نفطية أيضا قفزت قفزات ملحوظة ب203 في المئة نتحدث عن 116 مليار ريال المصروفات تراجعت وتقلصت أربعة في المئة نتحدث عن 252 مليار و700 مليون ريال وهو شيء ربما سلبي بعض الشيء باعتبار أن تقلص في المصروفات ينسجم مع الظروف العامة للجائحة وضبط المصرفات دعونا نتحدث أيضا عن العجز في الموازنة وكان العجز في النصف الأول من العام 12 مليار و100 مليون ريال في حين أن العجز المتوقع للموازنة برمتها نحن نتحدث عن الموازنة عن ما هو المتوقع وكان في الحسابات هو 141 مليار ريال لكن يبدو أن ذلك لن يتحقق حتى إذا استصحبنا النصف الثاني من العام بالتوقعات لأن النسبة ضئيلة جدا وهذا يدل على أن النفط ربما والإرادات النفطية وغير النفطية قد سجلت حضور جيد قلص هذا العجز المتوقع إلى هذه الدرجة فيما يتعلق بالإرادات ارتفعت إلى 453 مليار ريال نتحدث عن 39% ارتفاع في الإرادات الغير النفطية أسهمت ب101 في المئة 204 مليار ريال والنفطية ب249 مليار ريال في ظل تحصل أسعار النفط وارتفاعات ب11 في المئة ونستطيع القول أن الموارد غير النفطية في السعودية تؤدي أداء جيد أيضا المصروفات كذلك على أساس سنوي تراجعت ب1 في المئة نتحدث عن 465 مليار ريال في المصروفات في الموازنة السعودية دعونا نتحدث عن الدين العام في الميزانية السعودية في النصف الأول الدين العام ببداية العام 2021 كان 853.5 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام ارتفع إلى 922 مليار و800 مليون ريال الدين الداخلي يقدر ب535 مليار و300 مليون ريال والدين الخارجي 387 مليار و600 مليون ريال إذن توقعات نمو الاقتصاد السعودي بشكل مجمل في ظل كل هذه المعطيات وفي ظل المداخل النفطية وغير النفطية في الربع الثاني من العام 2021 النمو كان بـ 1.5 في المئة هذا أول نمو منذ بدء جائحة كورونا تحول فيه النمو إلى المربعات الخضراء بعد تراجعات كبيرة بطبيعة الحال لكن ما هي توقعات فيتشي للعام 2021 برمته 2.4 في المئة توقعات صندوق النقد الدولي تسهب أبعد من ذلك إلى 2.9 في المئة حسب المعطيات والأرقام والأوضاع في العالم ومداخل النفط والمداخل غير النفطية في السعودية هذه هي ملامح أرقام الميزانية العام السعودية في الربع الثاني من العام والنصف الأول بطبيعة الحال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر